المحجة لا حجة لك أيها الإنسان فلقد أتاك من السماء بيان ومحجة كالشمس يصطع نورها ولا يراها العقل والوجدان هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان نبع العقيدة لا يكذر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان يلا أجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم شاهدين الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضاء أحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد حلقة جديدة من برنامجكم محجة أسعد فيها بالترحاب بصاحب الفضيلة ضيف هذا البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور وليد بن أثمان الرشود أستاذ الحديث وعلومه بكل يتي التربية جامعة الملك السعيد صحف أهلاً وسهلاً بك ولمشاهدين الله يرضى عنك شيخنا في الحلقات التي سبقت هذه السلسلة الكريمة التي موضوعها الحديث عن الله عز وجل واليوم في رحاب بسم الله المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحميد المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله الغفور الودود وأشهد أن محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأحمدوا إليكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء رحمة وعلمة أحمده جل وعلا أشكره ولا أكفره و أسأله تعالى المزيد من فضله و الثبات على دينه لي و لكم ثم أشكر هذه القناة الرائدة الماجدة زاد الله مجدها و علوها يارب ممثلة في رئيس مجلس إدارتها صاحب الفضيل الشيخ الدكتور حمد و من قبله والده المفضال الشيخ محمد من تعاه الله بالصحة و العافية و كافة الأخوة المشاهدين و كافة العاملين في هذه القناة زادهم الله توفيقا و سدادها المجيد جل جلاله جل جلاله المجد هو الكثرة و الساعة هذا لغته من معاني اللغة جميل الكثرة و الساعة الكثرة و الساعة و لذلك قال الماجد الكثير الشرف آه و المجيد هو الكريم و المجد الكرم و كأن المجيد المبالغ في الكرم المتناهي فيه الله و المجد نيل الشرف نعم و منه قناة المجد يا رب سادة الله و رفعه آمين و لذلك قالوا لا يكون إلا بالآباء آه كيف المجد ما يكون لا بالآباء شرف متوارث آه تسب شريف غالبا نعم لا يكون المجد إلا بالآباء غالبا نعم يقولون حتى لا تسقط أسماؤنا جاءت أسماء آبائنا بعدها مباشرة نعم و لذلك المجد الآخذ من الشرف و السؤدد ما يكفي عظيم و قد مجد يمجد مجدا فهو مجد و مجد و مجد بالضم إلى آخره كرم فعاله آه كرم فعاله و قالوا و المجد و المجد و المجد كرم فعاله و أظن إن شاء الله تعالى أنه اقتبس هذا الاسم لهذه القناة لكريم فعالها يا رب المؤسسين ربما كانت في رؤية إن شاء الله يا رب و لذلك قال اللاغب المجد السعة في الكرم و الجلال و المجيد فعيل من الماجد كالعليم من العالم و القدير من القادر و لذلك يتحصل عندنا معاني و هي أن معنى المجد أنه الشرف التام الكامل حلو هذا واحد و السعة و الكثرة تمام و هذا كله و هو الثالث عظيم الكرم كلها متحققة في ربي جل و علا نعم ممكن أعيدها بس شيخنا الأول الشرف التام الكامل نعم و السعة و الكثرة و الكرم المطلقة نعم ورد هذا الاسم العظيم و كله أسماء ربي عظيمة في القرآن مرتين رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد جل جلال و هو الغفور الودود ذو العرش المجيد آه لكن ما معنىه في حق الله عز وجل نعم قال حميد مجيد محمود ماجد و قالوا مجيد ذو مجد و مدح و ثناء كريم و قال الخطاب المجيد هو الواسع الكرم آه لأنه من الكثرة و الساعة نعم من الكثرة و الساعة و قال غيره المجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه و نواله جميل هو الشريف ذاته نعم الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه و نواله وقال ابن كثير الحميد في جميع أفعاله وأقواله محمود ممجد في صفاته و ذاته وقال الشوكاني مجيد كثير الإحسان إلى عباده بما يفيضه عليهم من الخيرات الله وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني الله هذا ابن القيم هذا ابن القيم وقال السعدي المجيد الكبير العظيم الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيه قد مليأت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل الكبرياء نعم رحمهم الله تعالى أجمعين رحمه الله جميع يعني لو جاءك واحد كذا قالك بالمختصر كذا علمني اسم الله المجيد إيش تقول له أقول له أنه ذو الشرف التام الكامل والكرم الذي لا يحد هذا هو المجيد نعم و لذلك قبل الفاصل صرت أنتم و أنتم مضبطين في الوقت قبل الفاصل انظر إلى أن الله عز وجل ربط هذا الاسم بالقرآن قاف والقرآن المجيد أي كامل الشرف نعم تمام و كثير المعاني و السعة و الكثير المعاني و الأحكام الذي هذا الكتاب الذي هو لو جرت الأقلام يعني لا الكتاب هذا العظيم ستمائة صفحة تمام يعني أقرأ قبل يومين في تعريف برجل ما هذا الرجل درس القانون في بلاد الغربي طيب القانون لا يعتمد لا على كتب سماوية ولا على تشريعات إلهية و إنما هو من وضع البشر إلى البشر ف لما قرأ كتب في القانون حتى أصبح مستشار عند أعظم رئيس في ذلك الزمان فأراد الله به خيرا فقرأ سورة من القرآن نسيتها الآن بالضبط لكنها من الأحكام لا لا ليست متعلقة بالأحكام من آخر جزء عما سبحان الله فشده ما فيها من الآيات والحكمة فأخذ يقرأ حتى علم أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل المدينة أسلم فكان في جلسة مع قانوني يهودي فقال له ما الذي حملك يعني وتعرف قال الآن قانون المواريث وتوزعت التركة عندنا في البلد الفلاني في كم مجلدة؟ قال في أكثر من ستين مجلدة قالوا تنتهي؟ قال لا لا تنتهي قال طيب وإذا أتيتك بكتاب يختصر لك كل هذا بصفحتين يفضل النساء قال ما يمكن فأعطاه قسمة التركات في سورة النساء عمي فجن جنونهم قال مستحيل أن هذا الإحكام وهذه الدقة أن تكون من صنع قانوني أو بشري في الدنيا كله الله أكبر قاف والقرآن المجيد الخلاصة أنه قاف والقرآن المجيد هذه الخلاصة فهنا الآن إذا كان كلام الله بهذا المجد فالله تعالى له المجد كله كله فالقرآن كلامه جل وعلا فكيف به سبحانه فكلامه منه جل وعلا ولذلك جزء مما يمجد به ربي جل وعلا هذا الكتاب العظيم فكمال الشرف التام والسعة في كافة الأمور هذا فقط في كتاب الله عز وجل ما فيه من المجد والسعة والكثرة فكيف بكافة أفعال ربي جل وعلا الله أكبر كيف تكون السعة والكثرة الله أكبر كيف يكون يعني ربي يدبر هذه الأمور ولا يليق أن أقول كيف يدير هذه الأمور وإنما يدبر لأن الله عز وجل وصف نفسه بالتدمير يدبر الأمر تمام فلذلك كيف يدبر الله عز وجل هذا الأمر فمن هذا المكان يكون المجد لله عز وجل الشرف التام الكامل الشرف كيف أنه يدبر هذا الأمر كله ولا خلل ولا نقص ولا وكس ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا فاصل أين نعم الله يساويك والله شيخ شيخ ومذيع وعسل وكل شيء حلو بس مو أجمل من جميل ولا أصبر من صابر عليك الله يرضى عنك شيخنا مشاهدين الكرام فاصل نعوذ بعده إليكم بإذن الله لقد أتاك من السماء بيان ومحجة كالشمس يصطع نورها ولا يراها العقل والوجدان المحجة يللالاله يللاله يللاله السلام عليكم وإهلا ومشاهدين الكرام تحية طيبة وفرحة بسم الله المجيد جل جلاله جل جلاله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كنت أقرأ من عجيبي مجد الله جل وعلا هو المجيد في قضية السعى والكثرة وأن الله تعالى له الشرف وأنه يعني أهل الثناء أهل الثناء لكن يعني كانوا فيما قرأت أن رجل من العراقي صيد وأصابهم جوع في سنين ماضية فقال له ما أعجب ما مر علي قال ما مر علي كثير أنا عشت في البراري يلمون مرة أنه يقول كنا في جوع شديد فخرجت وأبتغي ما آكله تمام يعني أنا ما أعرف أقص لكن أعدي المرة هذه المقصود أنه بالعكس من أولا فذهبت أبحث عن ما آكله يقول في البراري وجدت يربوع جربوع آه فأخذ يطرد وراءه يطرد وراءه يطرد وراءه والجربوع سريع الحركة أسرع من الفأر المقصود يقول أنا هذا إلا بثعبان رآه فانقض عليه فأخذه يقول أنا ما يتجوع الثعبان أخذ الجربوع من بين يدي فاغتضت فقمت معي سلاح فأطلقته على الثعبان فقتلت فقتلت فخرج الجربوع حيا لأنه ابتلعه ما هضمها مثل ما هو فخرج يقول وأنا أطرد وراءه فإذا بنسر ينزل فيأخذ الجربوع من يدي من بين يدي هذا يقول من أغرم ما من رأيه والله أنه عجيب تمام فلذلك انظر بالذي دبر هذه الأمور كلها من الذي دبرها سبحان الله الله جل جلاله فهنا الآن هذا التدبير العظيم يستحق الشرف الكامل أنت ما تنظر لمثل هذه الأمور تدبير في كل شيء لا أريد أن أحكي لك من المواقف ما تدل على تدبير الله عز وجل ما يقرأ اليوم ما يأتي في التواصل ما يأتيك من العجب العجاب يأتي الإنسان يندم على أن تأخر على رحلة فيهلك القوم ويبقاه إن كل شيء خلقناه بقدر فلذلك ما هو آثار هذا الإسام نعم أولا أن الله تعالى هو المجيد تمجد بفعاله ومجده ومجده خلقه لعظمته تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته نعم فالله سبحانه له المجد العلي العظيم بفعاله العظيم وصفاته العلي وبأسمائه الحسنى فلا مجد إلا مجده ولا عظمة إلا عظمته وكل مجد لغيره إنما هو من مجد عطائه وتفضله جل وعلا الله ولذلك ربنا جل وعلا قرأنا إنه حميد مجيد بين أنه محمود على مجده وعظمته نعم محمود على ماذا مجده على مجده وعظمته وكمال صفاته فليس كل شرف محمود لا وكذلك ليس كل محمود يكون ذو شرف وش معنى ليس كل شرف محمود ما هو كل ما معه شرف وبرز للناس بتجارة أو مال أو سلطان أو إدارة فيجب أن يصحب الشرف لأن يصحبه أن يكون هذا الشرف له شروطه بمعنى قالوا المجيد المنيع المحمود ما معنى المنيع المحمود يقول العرب لا تقول لكل محمود مجيد ولا لكل منيع مجيد شوف كيف قد يكون الواحد منيعا غير محمود كالمتآمر الخليع الجائر تمام هذا منيع ما يحد يستطيع أن يصل إليه لكن ليس تمام لكنه ليس محمودا وقد يكون محمودا لكنه غير منيع تمام يعني من من يكون من السوقتي ولا غيره تمام ويحسن ويحسن التدبير لكنه غير منيع ممكن جاء أحد ويغلبه فلذلك لا يكون المجيد من جمع بينهما لا بد أن يكون محمودا منيعا وهو جل وعلا وكان في منعته حسن الخصال وجميل الفعال فالله جل وعلا يجل عن أن يرام وأن يوصل إليه ومع ذلك محسن مجمل لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو استنفذ فيه مدته كل حياتك أن تحصي ثناء على الله ثناء لا تستطيع فاستحق ربي اسم المجيد وما هو أعلى منه لذلك حمد نفسه حمد نفسه ومجد نفسه إنه حميد مجيد فنحن مقصرون في حمده وشكره فالله سبحانه عطاؤه واسع وفضله سابق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عظم الله تعالى نفسه في كتابه العزيز وفي آيات كثيرة بل القرآن مليء بتمجيد الله وتعظيمه وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسورة البقرة احتوت على ذلك آية الكرسي وصورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين ولذلك أعظم ما تعظم خير الدنيا والآخرة كلها تمجيد كلها تمجيد لله عز وجل ولذلك لا يضل ولا يشقى الله بدليل ومن أعروى عن ذكري فإن له فإن له معيشة ضنكا والذي يذكر الله تعالى ويمجد الله عز وجل فهو مع الصديقين والنبيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ولذلك لربي جل وعلا كما في الحديد أولئك يطوفون بالطرق ماذا يصنعون يلتمسون أهل الذكر الله يجعل مجلسنا هذا منهم فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوها الأمو إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم وأعلم ما يقول عبادي قال يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك الله يسبحون يكبرون يحمدون يمجدون التسبيح سبحان الله التحميد الحمد لله التكبير الله أكبر التمجيد أي هو التعظيم آه تمام يعظمون أمرك يعظمون أمرك نهيك وجلسوا قال فكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال الله في آخر الحديث ثم قال ماذا يسألونني قال يسألونك الجنة قال وما يتعوذ قال كيف لو رأوها قال لو رأوها لازدادوا لها شوقا وسؤالا قال وما يستعيدونني قال استعيدون بك من النار قال وها رأوها قال لو رأوها ما ازدادوا منها إلا بعدا قال الله عز وجل في الحديث قسف أشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم سبحان الله إنما جاء لحاجة جاء للحلقة يبغى فلان يريد فلانا ينتظره ليقضي حاجته في شاف الحلقة قال استحى يخرجه منها قال الله عز وجلهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم سبحان الله لا يشقى بهم جليسهم حتى هذا العابر الآن مع قناة المجد قناة المجد أحسب إن شاء الله تعالى أن أعظم وأغلب برامجها من مجالس الذكر يا رب فلان جلست العائلة في هذا المجلس جيد وهم يبتغون العلم النافع والفائدة والعمل الصالح وهم يريدون بذلك تعظيم الله وتمجيده فيسمعون مما يثنى به على الله فيثنون على الله فيسمعون مما يصل بها عن نبي صلى فيصلون عن نبي صلى فيسمعون من الأحكام ما تفيدهم فيستفيدهم واحد جاء والعائلة أبوه أمه جلسي هو جعان ينتظر العشاء جلس معهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم عظيم هذا المعلم لا يشقى بهم جليسهم فلذلك أخي أنت اليوم مع هذه القناة المباركة زادها الله توفيقا و سدادها تمام أنت على خير أنت على خير لا تحرم نفسك لا تحرم نفسك في جلوسك مع هذه أنا أريد أن أختم أن أعرف تمام أن من أهم الأمور أن الله تعالى كما ذكرت لك هو يمجد القرآن قال قال في القرآن المجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مجيد قرآن كريم فالقرآن مجيد أي شريف عظمت هذا الكتاب أن الله يرفع به من عمل به و اتخذه دينا و من أجع و لذلك في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و يضع آخرين أختم شوف يا أخي من أهم الأمور في هذا الكاب الكافرون لا يريدون من أمة الإسلام أن يقرأوا القرآن و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و لغوا فيه لعلكم تغلبون يعلم أنهم لن يغلبون حتى لو غلبوا في فترة من الفترات و لذلك يرون أن مصدر نصر هذه الأمة بهذا القرآن و يعلمونه هذا أمر الأمر الثاني في الآية الأخرى قال الله عزل و منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ماذا قال آنفا قالوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم و اتبعوا آنفا ما المفاد ما المستفاد من هذا و هم أختم اسمع يا أخي هنا الآن فائدة عظيمة أن أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الحديث ماذا قال آنفا ما يستطعون يحفظون فلذلك رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاهم الله بهذا أحسن لأنهم ضبطوه فنقلوه فأي واحد يورد عليك شبهة يقول لك أبو هريرة بن مسعود كل هؤلاء اصطفاهم الله أنقيان لأنهم سمعوا فحفظوا و وعوا أما هؤلاء المنافقون لم يستطعون يرجعون إليهم قالوا الذين أوتوا العلم أبو هريرة و بكر و عمر و عثمان و علي وهؤلاء السادة الكبار ماذا قال آنفا قالوا الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا قال آنفا فلذلك لا يمكن أن يحفظون فاطمئن لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الله يرضى عنك شيخنا حلقت بنا كثيرا في هذه الحلقة مع اسم الله المجيد كذلك كان حديث عن قناة المجد شهادة تعتز بها و في هذه الفائدة الجميلة قلادة من ذهب و ألماس نختم بها هذا اللقاء شكرا صحفظ الله يرضى عنك الشكر و كذلك موصول لكم و أنتم و مشاهدنا الكرام بعد شكر الله عز وجل كنا في رحاة باسم الله المجيد و أمس و اليوم و غدا و دائما و أبدا يبقى التوحيد هو سفينة نوح و من مات عليه نجا أطيب المنا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته المحجة لا حجة لك أيها الإنسان فلقد أتاك من السماء بيان و محجة كالشمس يصطع نورها و لا يراها العقل و الوجدان هل يطمئن القلب في إيمانه لو ساغ ما يلقي به الشيطان نبع العقيدة لا يكذر صفوه شرك ولا بدع ولا بهتان الوحجان